أكد مستشار بايدن أن الرئيس الأمريكي لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية مقابل ترامب وفق ما نقلت عنه والستريت جورنال اليوم وكان أعضاء كبار ونواب في الحزب الديمقراطي أعربوا عن خيبة أملهم من أداء بايدن خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته مع منافسه ترامب ونقل موقع بوليتيكو عن عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي القول أنه حان الوقت لعقد مؤتمر مفتوح لاختيار بديلا للرئيس بايدن وأضاف العضو الكبير بالحزب الديمقراطي أن الرئيس بايدن احترق على حد تعبيره وقال نائب ديمقراطي لبوليتيكو أن الحزب سيخسر عشرين مقعد في مدلس النواب بسبب أداء بايدن فيما أظهر استطلاع لشبكة سي أن 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 نحو 67% من متابع المناظرة يرون أن ترامب هو الفائز في حين أعلن مدير حملة ترامب النصر عقب انتهاء المناظرة الطرف الوحيد الذي يرغب في استمرار الحرب هم حماس لازمنا ندفع بقوة من أجل حثهم على الموافقة على مقترحنا كما أننا زودنا إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها لحماية نفسها هناك مسألتان مهمتان لا يمكن أن نسمح لحماس بالاستمرار نحن نريد التخلص من حماس كما فعلنا مع بلادن وفعلا لقد أضعفنا حماس بشكل كبير لكن يجب أن نكون حذرين في استخدام أسلحة معينة في المناطق السكنية ما كانت أحداث السابع من أكتوبر لتقع لو كنت رئيسا وما كانت حماس لتهجم على إسرائيل لأن إيران أفلست في عهدي ولم أسمح لها بإقامة أي علاقات تجارية فما كان بمقدورهم تمويل حماس أو أي جماعة أرهابية أخرى لكن العالم انفجر خلال إدارته وليس صحيحا أن حماس هي الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب فإسرائيل تريد مواصلة الحرب حتى إنهاء حماس ويجب أن يدعها تفعل ذلك بايدن كالفلسطيني السيء تركت اقتصادا خلال إدارتي كان الأفضل في تاريخنا رغم جائحة كورونا التي تجوزناها أفضل من أي دولة أخرى ولم نتلقى الفضل الكافي لذلك كما حققت الكثير في مجال الاقتصاد وعملت على خفض الضرائب وعلى عكس ما يزعم بايدن كان التضخم بنسبة صفر أول 14 شهرا من تسلمه منصب الرئاسة ولكن إدارته لا تعرف ماذا تفعل وهي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة إذ جعلتنا دولة من دول العالم الثالث حتى الصين تفوقت علينا في عهده ولم يحرك ساكنا والتضخم في الوقت الراهن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر